اشتركوا في القناة أكيد مونة سئل أحد السلف رحمهم الله تعالى أيهما أحب إليك صديقك أم أخوك قال ما إنما أحب أخي لأنه صديقي طبعا وهذا يدل على قوة العلاقة يمكن هي من أهم وأقوى العلاقات الإنسانية على وجه الحكرة الأرضية اللي هي علاقة الأخوة اللي دائما فيها الحنين دائما فيها المودة دائما هذه العلاقة تكون وطيدة لتواجه الصعوبات دائما على حلوة وعلى المرة أكثر من علاقة الصداقة اليوم رح نتكلم عن هذه العلاقة علاقة الأخوة ببعض أكيد مع ضيفاتنا اللي هم طبعا بيمثلوا جيل الشابات أكثر من أي جيل آخر اللي هم أكيد لما خضر وأيضا دانا ذلقموني هلو سهلا فيكم وابتهال محمد حياكم الله معنا في حياتنا للحديث عن هذا الموضوع يعني علاقة الأخوة ببعض من أهم العلاقات وكمان مرحلتكم من أهم المراحل لأن هذه المرحلة اللي دائما بيكون فيها شوية اللي تحدد شوية فيها سيطرة حابة أنه هي تفرض شخصيتها في البيت ويمكن عقرب ووقت بين بعض يأنه بيقربوا الأخوة بين بعض يأنه بيتباعدوا عن بعض دانا في البداية خلينا نبدأ فيك كيف علاقتك مع أخوانك سواء من البنات أو من الذكور بالبداية أنا في البنات في فوقي ثلاث بنات وفي تحتي ولد مع الولد العلاقة معه يعني لأنه هو الصغير والوحيد فتقريبا يعني كلنا تقريبا كلنا في البيت الأم عليه وخايفين عليه ولا تسوي وخلي بالك من نفسك كل هذه الأشياء مع البنات الأغير الأخت اللي أقرب واحدة لي اللي بيني وبينها السنة مرة مرقبين أكثر اتنين بيننا مشاكل بس بنفس الوقت حتى هي المشكلة بيننا تلاقينا نضحك لأنه خلاص فاهمين على بعض يعني خلينا نقول سوء اختلاف وجهات نظر ايو اختلاف وجهات نظر بس يعني في نفس الوقت احنا نضحك على بعض يعني فاهمين على بعض أنه حتى في مشاكلنا متفقين حلو بالنسبة لللي أكبر أكبر واحدة يعني نحس أنه خلاص فيها فيه يعني نستشيرها مع أنه فيه كمان صداقة يعني بخلق فارق السن أيو بخلق يعني تقريبا سبع سنوات بيني وبينها اللي بعدها على الطول هي اللي جاية الوسط اللي هي العلاقة الطبيعية معاها يعني نحن صاحبات مستقرة يعني لا هي مشاكل ولا هي رحبة طبيعي طبيعي بكل طب بالنسبة لك ابتهال كم عدد أخوتك وخواتك وكيف العلاقة معهم ما في الا أنا وولد طبعا فيك تولي صداقة صداقة أنت ولد قداش بيكم يا أمر سنة سنة بيكم فبتحسي دايما فعلا اللي سنة بتحسي فيه تقارب فيه لا فيه فيه مرة يعني تقارب في الروح نفسها في كل شيء فيه فيه بيني بيني مرة يعني يعني أي شيء هو لازم يكون وجود معي فيه تستشيري ايه لازم وهو نفس الحكاية لأنه فيه تقارب مرة لأنه ما بيننا إلا سنة وما فيه اللحنة في البيت مع بعض هناك منشرب مع بعض تعودتوا خلاص على بعض يمكن شيء خاصة تواصل أكثر ايه لا مرة ما نقدر أبد يعني لو تباعد تباعد فترة العمل أو فترة الدراسة أو دوام أو نو بس جميل يعني هذا اللي نحن نبغى وقاعدين نتكلم عنه ونبغى نوصله يعني في حلقتنا لليوم لما كيف علاقتك مع أخوانك يعني أنت يا ها بداية بداية المراحقة خلينا نقول هذه المرحلة برضو بتكون حابة لوجود صديق أو أحد تثق فيه بحيث أنه أتكلم في الأشياء اللي أنا مضايقتني في الأشياء اللي أبغى أنه أنا أأتمن فيها أحد يكون أمين صدق الأمانة في حفظ هذه الأسراء كلمينا عن علاقتك في أخوانك سواء اللي أكبر منك سنة أو اللي أصدر أنا أكبر أخواني عندي أخت صغيرة عمرها يمكن أربع سنوات فلا تصح تصير بعض المشاكل بس بالأخير عادي نلعب مع بعض وعندنا توأم ولد وبنت توأم صار يعني أنت الكبيرة دائما الكبيرة هي المسيطرة بس بنفس الوقت بيقولوا راحت عليها دائما الأخ الصغير هو بيقول لك المدلة لكل شي له والكبير اللي راحت عليه يعني أخذ نصيبه يعني أخذ نصيبه صحيح فعشان كذا بيقولوا الكبير أنه هو اللي يعطي الحنان عِلَا أنه هو بداية الفرحة للأهل أي بداية الفرحة بس سبحان الله لما يجون اللي نتحت خلاص ينهي وقته خلاص أنت كده يا لما خلاص؟ أو كيف يخلص وقتك؟ لا ما خلص بس يعني أحياناً تصير أختي تدلع زيادة أي تدلع زيادة تلاحظ أكيد لازم الكبير دائماً شديد ملاحظة ترى على اللي تحتها الكبير دائماً شديد ملاحظة على اللي تحتها من الأخوان سواء أو من عيال حتى من عيال أخته أو شيء زي كده دائماً يلاحظ أنه خلاص انتهى عشان كده شوفي حتى عندها ملاحظة أنه أختها اللي تحت مدللة أكثر بس كده إيش بيتقبل الأخ اللي تحت مثلاً الكبير كده إيش بيتقبل مثلاً تسلط الأخ الأكبر أحياناً بيكون هو من باب التسلط على فكرة فرض الشخصية أنا موجودة أنا كبرت أنه كوني أنا أصغر واحدة في البلد فشوي مدللة أكثر من غيري مع أنه جاء الولد وخربها في النهاية بس عادي والكبيرة هي اللي لها شوفي سلطة ولها كلمة خلينا نقول مسموعة أكثر بس هي رايحة على اللي في الوسط طبعاً هما اللي في الوسط يعني دائماً اللي في الوسط بيلجأوا لي كأصغر بنت أو بيلجأوا الكبيرة كون أنا يعني لي كلمة من باب الدلال والكبيرة لها كلمة تقريباً من باب السلطة وأنه يعني تعتبر مسؤولة عنه حتى مع أنه ما في فرق بينها وبين اللي بعدها على طول غير سنة بس سبحان الله خلاص بالنسبة للأهل أنه هي الفاهمة الواعية العاقلة والتحملة المسؤولية بس مجرد أنه سنة بس أنه هي الكبيرة فهلو أن نستغل الموضوع أنه الكبيرة في إيش والصغيرة في إيش طبقوا يسحلوا هذا الشيء يعني في كذا توزيع مهام توزيع مهام كذا خيار يعني قدامنا وممكن إحنا ننجأ له طب لو سألتك ابتهال يعني هنا علاقة الأخوة بينك وبين أخوك أنت ذكرت لكن برأيك يعني إيش أكثر شيء بيجمعكم وإيش أكثر شيء ممكن تتناقش وتتحدوا بالأفكار عليه أو بالنقاش يصير بيكون خلاف مثلاً مهام البيت مهام البيت إي لما في اللعنوه مهام البيت وجاء من جمعاتنا على مائد الأكل دائم من جمعاتنا على القهوة العصير مائد الأكل سواءً العشاء أو الفطور أو الغد لأما في الأثنين و الأم يعني والوالد ما طيك للعمر الله يرحمه يعني ما في اللحنة دائماً تشفينا ملتمين يعني دائماً النقاشاتنا تكون معروفة يعني عن البيت عن أمور البيت إيش يخص إيش نبي وإيش يحتاج زكرة دائماً يصير يعني خلي في نقاش حد بينكم ذكرتي اللي هي مثلا مسؤولياتكم في البيت أو مهامكم في البيت ولا إيش بالضبط يعني بغاك تفصليلي أكثر تخليلي في التفاصيل نشوف كده الأخوة على إيش بيتشاجر طبعا تختلف شجرات لا خصوصات بين جوجها لا أكيد لا تحصل شجرات بس على أشياء تحسينها عادية يعني أنه يعني هو بيجيب شيء مختلف اللي أنا بيجيبه يعني هذا من طوقت أفكار أي تقريبا لأن دائما الولد ترى دائما يحب يفرض شيء يفرض دائما يحب يفرض أنت أمرأة يعني بالذات عندنا في بلدنا الأمرأة مقهورة يعني خلاص فخلاص هو السلطة أي خلاص وأكبر مني يعني حتى لو في دلال معطيني دلال كافي بس إن عرفتي كبنت أحتاج أكثر أنا الأمر الناعي أي أحب أن كلمتي تمشي رغم أنه عندنا هنا الرجل كلمة عندها هي كل شيء حتى لو كنت مدللة أو شيء أي هذا لابد هذا اللي يعني مننا لكن ما خلاص من التشاور يعني يشاورك كونك أختي أي لأ يشاورني بس لازم فيه عنات لازم فيه قهر في الوضع فلازم يعانده فضائع يعاند يعانده فضائع لحنا البلد في البعض مشكلنا شيء ثاني شيء ثاني صحيح لما بما أنه أنت الكبيرة وبيكون فيه اهتمام بعض الشيء دائما بالأصغر لو كمان بيطلب من لما أنه اهتم فيهم مع أنا هي هذا دائما بيكون دور الكبير مع الصغار مع الأم والأب كيف بتكون لما بتضايقي ولا بتستمتع يعني أنا عندي ولدي الكبير بيستمتع على الفكرة لما بعطيه مهام ومثلا بقوله سوي معايا كذا بحسب المسؤولية فكيف لما في هذا الموضوع أحيانا أختي تساعدني لما مثلا نرتب الغرفة لما أطبخ شيء يقولها تجيبي شيء مثل لاجة جيبي كذا فتساعدني أحيانا هي تعاند فتصير بعض المشاكل بس مشكلة صغيرة بعدي بالأخير نضحك يعني ما بتضايقي ما بتقولي لا أنا المفرض أنه أنا الدلعوني بدل ما تقولولي ساعدي معاهم أو دلعيهم معانا لا بالأكس أحب كذا يعني أشوف أخواني أخواني شنها كبيرة تستمسع بالمسؤولية صحيح طب لو سألتكم دانا يعني الحين مع الدخول للتكنولوجيا يعني وصار فيه كثير صباب عد نحو التكنولوجيا وكثير من الشباب من جيل الشابات اللجأوا ليها يعني ما بنلاقي أحد إلا ماسك الجوال بيده يعني صراحة توي زمانه في أي مكان حتى التواصل صاربين فهذا برأيك على العلاقة الأخوية أثر سلبا أم إيجابا لا بصراحة أشوف إيجابا أنه مثلا خليني نقول أو حصل مشكلة مثلا مع الوالد مع الوالد في لمح البصر تنحل أو نتفق على نفس الشيء مثلا وانتوا جالسين نغر بخلاء نحن جالسين من غير ما يعني بطلقاتي يعني ممكن بنفس اللحظة مثلا يصير فيه شيء بوقته أوكي ممكن أنا أكون سبب فيه أو مثلا أختي سبب فيه بس لازم نتفق الاثنين علشان يعني خلاص ممكن حنا بالنهاية كلنا نشترك في المشكلة فتلاقي أنه أنت يقولي كده لا تقولي أنه صارت كده أقولي أنه يعني ساعدت في حل وفي تفادي المشاكل ممتاز جميل يعني لها إيجابية إذا لا لا لها إيجابية ونفس الوقت حلو أنه سهلت التواصل بيننا يعني نتفق متى أنت راجع البيت أنت متى راجع البيت سهلت وسرعت بنفس الوقت أنه التواصل يعني أكيد هي مثلا أحد في جامعة أحد في مدرسة أحد في دوام سهلت أنه ما في داعي نتكلم حتى حتى الأهل نفسهم أنه حسوا أنه الأخوان أو الأخوات أقرب يعني مثلا والدة ما تكون عارفة أنه كلنا اليوم هنجتمع على الغد بس إحنا نكون متفقين أنه مثلا خلاص الساعة أربعة اليوم أنه نحاول حتى اللي عندها دوام اللي عندها شيء أنه تطلع بكير علشان نجمع أو حتى يمكن خلنا نقول دانا في مناسبة معينة يصير في اتفاق بالضفق أو تذكر بعض توافق فبالعكس هي ساعدت إذن من ناحيتك ومن نجاح تنظرك أنه هي إيجابية خلنا نأخذ هذا الاتصال للهاتف ونتكلم شوية عن علاقة الأقوة مع الأستاذ عايد الشهراني وهو مستشار اجتماعي وتربوي خبير دولي بفن الاتكات وتعديل السلوك هلو سهلا فيك أستاذ عايد معنا هلو سهلا فيك أستاذ إيماني مساء نور حياك الله معنا نحن نتكلم عن علاقة من أسمى العلاقات الإنسانية اللي بنلاقيها علاقة الأخوة وهل في أجمل من علاقة الأخوة اللي هي تعني علاقة الحب وعلاقة الصداقة وكل شيء في هذه الحياة طيب برأيك لو سألتك عن الحاجات اللي بتحصل مثلا اللي بنلاقيها في هذه العلاقة ممكن ضغينة أو كراهية بتحصل بين الأخوة وبتستمر أحيانا يعني بنقول كنا بنتناقش أنا ومنا قبل الهواء أنه حيانا بتستمر لسنوات طوال إيش السبب برأيك أستاذ عايد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله شيدنا محمد العبدالله بالنسبة للعلاقة الأخوة طبعا تعتبر بالنسبة للعلاقات كما جلتين تندلج تحت إبارة العلاقات المسارية يعني علاقة الأخوة لو نحن نرسل العلاقات رح تكون هي بعض علاقة الوالدين مباشرة طبعا الأخوة أو الأخ أو الأخت لا يعوض مهما كان السلب مهما كانت الفجوة التي تكون مودودة أو مهما كانت تقارب المودودة الأخ لا يعوض في جميع الأحوان طبعا الغيرة والحفظ والشغلات هذه هذه نعتبر منذ نعتدرها إحنا من الفطرة داخل الإنسان لكن أحيانا تنمى هذه الغيرة بشكل خاطئ أيوة بشكل خاطئ وأحيانا تكون الغيرة والحفظ يعني تكون يعني بناء على بعض العوامل التي تكون فيها في هذه الغيرة والحفظ أهم عامل لودود الحفظ والغيرة بين الأخوة اللي هو الأب والأم أو طريقة تعامل الأب والأم ممكن أن يحتاج رعاية خاصة ممكن هذا أصد جميع حركات المحببة لأحد الوالدين لكنهم لا يتركوا بين أبنائهم لكن الطفل اللاعب فيه نوع من المحابة لأخيه أو أخته هنا ينشأ عندنا حاجة اسمها الغيرة طبعاً الطفل مهما كان مشاعر مطلبة لا بد أن نسيطر عليها كأبا ومعات نوجهها السعودية السليم من باب دائماً الدعم يقول للجميع الكلمات الهيجابية تقول للجميع برضو كلمات الحب والثانات تقول للجميع يعني ما تكون شخص دون شخص وأكبر غلطة دائماً يقع فيها الأب أو المهاتر هو المقارنة عندما يقارون من الأخ في أخيه أو الأخ في أختها شوفت لنا كيف عاملة شوف أخوك أحسن منك ياكل أخوك أحسن منك لدروس يبدأ فيه نوع من الغيرة لهم ماهم عارفين نهايةها وين رحضوا في الاختلاف البرقات الفردية دائماً فينا الأفصال هذا شي والد بحق من إحنا بشر لكن لابد من جميع الأبناء لأنهم يعيشون دائماً تحت مظلة أسرة واحدة يحببونهم في بعض كثير من الأسرة نحن نلاحظها في حياتنا الواقعية دائماً وأبداً حتى بعد وقات الوالدين اللحظة أن الأخ والأخوات دائماً مترابطين ما هو السبب؟ السبب في أن الأب والأم كان يحرصون على وجود هذه العائلة وجود هذا الجمع وجود هذا التآلف بين أبراد العائلة لكن في بعض الأبا والأمهات حتى بعد وقات وصبحتهم في شتاء بين الأخ والأخوات حتى بعضهم عايشين والسبب زي ما قلت لكم هو بداية التفق بين الأبناء وعدم الاهتمام في ميولهم عدم الاهتمام في مشاعرهم عدم المبالاة وكلما لو رجعنا الحاجة يعني خلونا نقولها للأخوة الأخوات اللي هي متلة السعادة المسارية نعم بحجصة كل الأسرة على متلة السعادة الأسرية يقوم متواجد وموجود فيما بيننا رح نطلع بلابنات المجتمع جدا جميلة متلة السعادة هي التكز على ثلاث عناصر أساسية اللي هي التواصل والاحترام والحوام والنقاش جميل التواصل لابد يكون بخلط لقاعدة أسرية يكون بتواصل بين أخوات الأسرة يكون بتواصل بين الأخوات الأسرة مهما كان فيه نوع من المشاكل يجي يتكلم من صفح عند أبوه وعند أمه إذا ما قدروا يتكلم عند أبوه وعند أمه إذا نشجع يتكلم الأخوان نخلق حاجة اسمها عدم موضوع الضوء العالي أو عدم موضوع الضوء العالي في البيت هذه برضو من الأشياء الحامة عندنا برضو الاستهدان لابد نعلمهم طريقة الاستهدان في كل شي حتى في أخذ الأغراض الشخصية يعني يستاذ من أخوه من أخته ومن بعض أولاد إحنا الآباء والأمهات إحنا نستعذنهم في أخذ أغراضهم ونعلمهم على هذا الشي جميل لما نأتي على الركيز الثاني هي الاحترام إذن لابد أن إحنا نحترمهم ما نسمعهم عبارات غير لائقة دائما نعطيهم العبارات المؤتبة يعني دائما نطرم منهم المساعدة نطرم منهم مساعدة الجير نعدم نتخوجيه النقد المباشر أو اللازع لهم بتاتا اللي هو اللوم عندنا اللي هو التشجيع والمساندة دائما في مختلف المواطف جميل وبرضو احترام الخصوصية ما معناه أنه هذا ابني وهذه بنتين أنا لا أحترم خصوصيتهم بالعكس يفرض أن أعطيهم الثقة جائدة الركيز الأخير أشانا ما أطول عليكم اللي هو الحواء دائما استخدام مهارات التواصل أثناء الحواء حتى أبنائنا على الحواء والجلوس معهم والنقاش هذا يعطينا نوع من تبابل الثقة يعطينا نوع من مشاركة الأفكار نبسعد عن السخرية نبسعد عن النقد نبسعد دائما عن بعضهم نترك مجال ثلوث إيجابية نعم عندنا برضو أخذ الآراء ما يمنع أني أنا وأب وأم أن نأخذ الآراء أبناء أنا في كل شيء صحيح نأخذ الآراء ونحجز مرضه في المستقبل يعطوني آمالكم ومحاتكم ما رأيكم نخصص لرحلة آخر الأسبوع يعني من باب التشديع الصفل اللي دائما في بعض الأبا والمهات يعلقون حاجة مع لوحة ومسطورة نعم يكون فيها نوع من التعليمات جميل يربون عيالهم عليها في جاية اللي هي يعطون بعض النقاط على الصلاة على النوم بدري على حفريش الأسنان هذه جدا نقاط جدا جميلة يعني المشاكل بما بين الأخوة فيها نقاط إيجابية ونقاط سلبية طيب أستاذ عاية ذكرت نقطة الاحترام يعني أكيد نقطة الاحترام نقطة في غاية الأهمية خلنا نقول بين الأخوة وبعضهم صحيح لكن في حاجة بتخرق يمكن شوية هذا الاحترام اللي هي عملية الميانة بصير في ميانة يقول لك هذا أخي مثلا أمود علي خلني أسب مو مشكلة خلني أهزي مو مشكلة أخذ راحتي أخذ راحتي في الكلام أخذ راحتي في الحوال حتى على عياله مو مشكلة أطقهم أخذ راحتي على آخر وبيصير زعلة على فكرة في المواضيع بصير زعل في هذا المواضيع فهنا بصير في تتش بين الأخوة أيضا يعني بسببت الأبناء أحيانا هنا إيش بتوجه كلمة أيضا ونصيحة بالنسبة للإحترام زي ما ضدتكم المثلة السعادة أحد ركازي للإحترام والإحترام يزرع زراعة نعم حجر الأساس يا أستاذ عايض يعتبر نعم صحيح الإحترام يزرع زراعة وتفنا في مارا نزرع كيف نزرع بإحترام نحن لأبناءنا جميل تقدير رغباتهم تقدير طيولاتهم زي ما ضدت إحنا نستار الكلمات الراغية في التعامل معهم نشتب ونستنكر أي كلمة تطلع أو تفكر بهم وخصوفا بعض الأبا والمهات يعانون من الأبطال يروحون على المدارس يحتكون في بيئات مختلفة يرجعون للبيت بكلمات ممكن ما هي متداولة أطلب بالأسرة أو بالعائلة هنا لا بد أن إحنا نضاعي هالشغلة نعلمهم على الإحترام فيما بينهم وبرضا يشغون يلاحظون إحنا القدوات الأب يحترم الأم الأم تحترم الأب يكون به نوع من التعاطف بما بيننا نوع من المودة عندما يفقد الإحترام داخل السشرة إذن راح نتقد أشياء كثيرة أنا أمون على أخوي أمون على أختي لكن في حدود ألاحظ أن هذا أخي الأكبر أختي الكبرى يكون فيه مراعاة لكن عندما إحنا كوطن عربي كامل يعني من محيط إلى خليجة دائماً تذكر مقدم على الأمثة في كل شيء حتى لو كان أصغر منها السنة وهذا غلط غلط تربوي كبير أننا نحط الذكر مقدم على الأمثة بحكم أنه هو الذكر وأي أمثة حتى ولو كان أصغر منها السنة يفقده إحترامها نلاحظون يتطاول عليها في الكلام يتطاول عليها في اليد يتطاول عليها في كل شيء فكرة لما يكون بإحترام بين الأخوات وبين الأخوة يكون حتى برضه في طريقة تأديب أبنائهم لبعض لما أن أخوي يأدب ولدي أو يأدب بنتي أنا كأخ أعرف أنه ما أدبهم حفظا ولا أدبهم بغضا ولكن حرصا ولا أدبهم إلا لم يكن حفظا صحيح في الشخص الموانئ يكون بني يكونوا والله أنت أتمون أنا أمون عليك وأنت أتمون عليها أمون عليك لكن مهما كانت درجة هذه الميانة إلا أنه لابد يكون لها حدود أي شيء تجاوز حده صحيح دائما ينقلب لابد أنت تبون علي لكن تبون علي في كل شيء لأنك تستخدم قرارات فيك هذه أنت ما تبون علي فيها حتى لو كنت قرب المقربين إلي صحيح أكيد نشكرك أستاذ عايض الشهراني المستشار الاجتماعي على هذه المداخلة وعلى كل هذه النصائح التي قدمتها على عجالة في عدة دقائق ولكنها فعلا مهمة جدا ولو اتبعوها كافة الأسر أكيد راح تنقطع يمكن خلنا نقول للمشاكل لا أعطي سلفي المشاكل أبدا شكرا شكرا لكم وأتمنى لكم تسوي فيه إن شاء الله شكرا يعني أعطيتنا نصائح مهمة في صلب موضوعنا علاقة الأخوة ببعض كل شكرا أكيد لك أستاذ عايض تعود لكم أكيد مرة ثانية دانا ابتهاء لما يعني خلينا نتكلم عن أهم الأشياء الجميلة التي تزيد التواصل التي هي الالتمام على طاولة اللي هي الغداء اللي بتلتم العائلة كلها مع بعض قديش مهم هذا الموضوع عندكم بالبيت قديش كبرتوا على هذا الموضوع ولا كان فيه اللي هو بسبب انشغالات الحياة وسرعة نمط الحياة كل واحد ممكن يأكل وحده اللي بياكل برا اللي بياكل بالبيت دانا يعني عارفة لفترة من الفترات كان شيء أساسي إنه انتجم مع وقت الغداء ضروري يعني خلاص بس كنا في هذه الفترة تقريبا غالبيتنا مدارس في البيت فكان وقت دواماتنا كلها يعني معروف ثلاثة ثلاثة ونص خلاص يكون الكل موجود في البيت حتى الوالد يعني يرجع اللي هو البريك الغداء يتواجد علشان بس هذه اللمة مع هذا الوضع الحالي بعد ما أختتي الكبيرة تزوجت خلاص صار عندها بيتها وعائلتها ممكن نشوفها يوم في الأسبوع اللي هو جمعة أو سابق اللي هو يوم يعني يعني هي تكون متواجدة فيه أو متفرغة أساسا سواء لأولادها أو لعيلتها أو حتى لنا يعني كأهلها دوامات اختلفت أحد دوامه للخمسة أحد دوامه للستة أحد لسه في المدرسة يعني أحمد أخوي اللي هو الصغير لسه في المدرسة فاختلفت هذه الشغلة ممكن اللي حاصل الآن أنه هي آخر يعني آخر اليوم خلينا نقول ساعة عشرة تسعة ونوص خلاص فعليا يكون الكل متواجد بالكل متفرغ يعني اللي خلص من ذاكرة اللي خلص أعماله في البيت يعني حتى الوالدة تكون خلصت نتجمع يعني مش غدا ولا حتى عشرة جلسة شاي مثلا شاي فواكه أي شيء بس أنه يعني نتجمع خلال نقول ساعة ساعة ونوص بعدا خلاص بعدا خلاص بس أنه فعليا الآن موجوده جدا 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 مهمة أنه لو بدون هذه الجلسة حتى مع مواقع التواصل الاجتماعي في حاجات ممكن ما تخطر على بالي أنه أنا أتكلم فيها إلا مع الجلسة يعني كلمة من الوالدة من الوالد من أختي من أخوي تطلع المواضيع حتى اللي هي الأشياء اليوميات البسيطة اللي ممكن ما تعني أهمية لي أو لأحد بس حلو أنه نشاركها بين بعض بتشقوها بين بعض حتى لو هي بدون أهم بضبط يعني تطلع مواضيع أنه أنا أعرف إيش بصير في الوالدة وهي في البيت أنا أعرف مثلا مع أحمد إيش بصير في المدرسة أنا يعني كنا نعرف إيش اللي هي التفاصيل البسيطة ممكن أبدا ما تكون بأهمية بس حلو حلو أنه أنا أكون عندي فكرة إيش اللي جالس بصير فتعطي ألفة أكتر بصلاحة في البيت فرد خليني أنتقل للمة وأشوف يعني هل هذه الجلسة موجودة بالنسبة لك لما متى هذه الجلسة أو الحميمية موجودة بينك وبين أخوتك وبرأيك إذا ما تواجدت هذه الجلسة هل هيكون العلاقة نفس الشي ولا حتى تختلف إيش دائما لما نجتمع كلنا نكون على السفرة أو طاولة الطعام على الغداء يعني نقدر في ذلك نتكلم مواضيع المدرسة عن الأشياء المهمة كمان ممكن في وقت ثاني مثلا بعد المغرب أو بعد العيشة مثلا تتواجد إيش ممكن إذا نقدر نروح بغرفة مثلا أمي أو بالصالة نقعد بالصالة نتكلم من ذلك المواضيع أشياء تتناقش اللي حصل باليوم الأشياء اللي حصلت بيومكم صح في المدرسة جميل هي لسه عند لما على فكرة الأعمار لسه صغيرة فيكون النقاشات محدودة ممكن في اليوم الدراسي فعليا يعني ما يكون في يكون لعب كلها لعب يعني تروح ما في تروح مواضيع جلسة مهمة كيف كان اليوم الدراسي لما قادة تضحك وساكتا قولي طلعي ليندي خائلما يكون لعب أكثر من كلام ولا لا كمان حلو اللعب بين الأخوة وحلو تعيش يومك يعني تعيش طفولتكم أي مثلا أخذ أخوان صغير لعب معهم كده حلو تضيع اليوم لهم ليش لا جميل ابتهال قديش مهم عندكم هالموضوع أنه تكونوا موجودين مع بعض على طاولة مهمة لأنه كلنا حنا ثلاثة إلى الآن موجودة إلى الآن موجودة جميل جدا كيف بتلقيها مهمة بتلقيها فعليا هل بيكون وقت للأكل بس ولا بيكون فيه مناقشات سواء بعد الانتهاء من وجبة الأكل نفسها بتبدو النقاشات ولا في نفس الوقت ولا كيف لا احنا من بعد على الغداء فيه نقاشات تحصين على القهوة العصر فيه نقاشات كل واحد يقول يلا أنا بروحنا لا لأننا كلا من المجتمعين ها مع النفوة المثال ووالدة فتلتم نقاشات تحسين يعني حتى لو على قليلتنا تحسين صورنا كثيرة مشاور ترى دائما هو القليل ترى عندهم صوانف كثيرة أكسل كثيرين ترى النفوة نفوة مهاتبسب ساتف مش مهاتبسب قم عن دمسولة وملتمين على الجوان له يجب احدنا ثلاثة موسى لا تلهيكم وسائل التواصل الاجتماعي لا بالطبع لما نجلس ننسى التواصل الاجتماعي تنسونا أكيد بالطبع حتى لو بمسك جوالي حتى لو بمسك جوالي لازم يشاركني معي لازم يشاركني معي في الجوال لازم يشاركني يعني إذا بدخل استجرام مثلا بيشوف مقاطع أو بدخل تويتر لازم يكون قاط معي فما استفيد شي لا خلني ذب الجوال عارفة فعليا حلوة في الجمعة حتى عندنا في البيت حتى في وقت هذه الجمعة حتى نتكلم عن مواقع مثلا التواصل مثلا في الواتساب خبر معين بيريتي أو شيء متسحي شفت صور أولادها الأحفاد يعني ممكن الوالد والوالدة مش كثير في السوشال ميديا انهم يشوفوا الصور نتبادل انه اه شوفي مثلا هذه صور أولادها نزلت صور مثلا أحيان حتى أخبار العائلة القريبة مثلا العمات الخالات انهم نتبادلها من خلال مثلا مواقع تواصل اجتماعي انه نتكلم ايش المضمون حق مواقع تواصل اجتماعي اليوم يعني نسوي سكان سريع عليها على أخبار العائلة فلا يعني حلو بالعكس انه نستغلها حتى كحوار بين بعض كحوار مو بس انه كل واحد ماسك جهازه بس انتي بالنسبة لكم لما هل يعني تقعدوا مع بعض مثلا تشوفون شيء على اليوتيوب مثلا تقعدون على الفيسبوك مثلا اذا كان في شيء مهم نتكلم في كلنا مثلا لو في اخبار مثلا ليمار ايش صار عندها في الاختي ايش صار عندها في المدرسة ايش صار عندها في المدرسة امي صار عندها في الشغل ابوي بس كذل التكنولوجيا يعني الجوالات العبادات هذه الامور كلها هنا ما نمسكها دايما لهاوقات محددة اي صح او انها تكون سرية كل بينها وبين شخصة يعني بينها وبين نفسها شكل ما يروحي تمسك جواها وتصال في اهلها ايش صار داخل الجوال نتكلم عن نقطة مهمة يعني بنات في هذه العلاقة اللي هي علاقة الاخوة الشفافية والفضفضة احدى الامور المهمة اللي بنحتاجها صراحة يمارسة الحياة وانه احنا نكمل اذا ما نفض فضنا نحس انه احنا رح نفض صحيح فممكن انه يكون اخ قريب مني جدا اخت قريبة مني جدا قد تكون صديقة يعني منذ الطفولة وبتكون حالة حال الاخت يعني حسبة الاخت بالضبط كيف بتمارسوا هذا الموضوع وفي حياتكم ومع علاقتكم بأخوتكم بالنسبة لي المشاكل الكبيرة اللي احيانا يعني احس انه انا محتاجة استشارة تورطة ايوه نحس في ورطة خلاص ابغى ابغى حال انا نفسي مش قادرة احلا اهه اروح على طول الاخت الكبيرة اهه حتى عشان لما تعرف الوالدة يعني تيجي منها ما تيجي مني انه يعني خلاص تعرف هي توصلها ايوه انه هي توصلها في طريقتها وانه انا استشرتها انه انا ما تصرفت من راسي المواضيع اللي يعني اللي فيها كده الف ودوران وفيها انه شوية يعني لازم نخبي فيها لا اروح لللي اكبر مني على طول اهه اوكي اخت اللي اللي هي في الوسط بالنسبة اللي اكبر مني اللي هي طبيعي علاقتي معها ما افضت فضلها كتير بس هي من نفسها دانا ايش فيه وراي يعني هي اصلا تكون حاسة انتي براي مصيبة ايوه يعني ترفي ايش اللي صاير معاك بتتقيني لا اراديا قلت كل شي عندي بتطلع كل شيء كل شيء امك بتتابعنا الحين والمفروض المفروض 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 جاهلوا عند دانا اليوم بالنسبة لك ابتهال لا فيه مواضيع اه احب اكون معطيتها الاخوي يعني بما انه يعني اكبر ويوجهني على شيء مصلحتي بس فيه مواضيع مثل ما قالت دانا لف ودوران لا الجأها الامي اي الجأها الامي لانه بالنسبة للام تكون اهوى من الفضفضة الاخوة لا بعضها ايه بعضها مواضيع ما يتقبلها ايه يعني اكبر الاخت تكون الاخت بس هو عشان ما فيه اخت تكون الام انا قاعد اقول لي ففعلا مونة يمكن تذكر ما حيتقبل مثل لا ما رحيتقبل على طول فكره غير سبحان الله لا حتى لو ما رحيتقبلها بشكل على طول على طول بيفسرها على فهمه لانه تركيب ايه وعلى عاجل ايه بالذات في الامور اللي مثل ما قالت لف ودوران يعني اللف ودوران لازم تكون فيها الام لالام بح تكون متفهمة وعارفة ايش البنت وايش عند البنت بس الولد ما رح يكون طبعا عارف مثل الام فعشان كده اخليك على موضوع يعني رسمية احسن ايه الشفاف الخفيفة وحتى في حاجات مثلا يعني خلنا نقول بتخص البنات بتخص الصبايا كمان بتلجأي فيها بعضها ايه الجائلة مع انها مثل ما قلت انها تخص البنات لا الجائلة لانه عارف اصلا ايه يعني في بعضها ايه يعني عارفها فحتى هو اصلا يروح يشتريها ليه او يجيبها ليه يعني مجرد يعطيه بس اسم ولا شي خاص انا موضوعه من انتي طيب لما انت الكبيرة فحتلجأ يا الام يا الاب يعني ماخر انت الكبيرة لسه والاخوان اللي تحتك لسه صغار بس يكبر وممكن يكون فيه علاقات تقوى وتكبر اكثر لكن كيف لما لما بيصير مثلا معاك مشكلة حابة تتكلم فيها حابة تاخذي رأي لمين لما قريبة الامها ولا الابوها اكثر الامي اكثر ايه الامي اكثر دائما حالة لما تصير معي مشكلة ولا شيء بي اسأل عنها اروح الامي على طول كيف بيكون تفاعلها معاك تساعدني يعني مثلا لو تحل المشكلة تحاول تحلها معاك جميل ما قدت سوتها وراحت قالت لبابا مثلا اهلا شكرا صايرة كتير ساعد ورطتكي ايه ورطتكي كم مرة هذه بتصير لما لما يخطر في بالي اني اروح افطفض احس انه انا عندي اخي يعني لازم كمان اشارك جزء من حياتي هو اصغر مني تقديما بتسع سنوات وكيفا بس انه خلاص لازم اكون قريبة منه خلاص بالغصب يعني رضيت انه ما رضيت فاروح احاول يعني اشاركه اشياء اقول له فجأة ما لاقي غير احد في البيت دانا ايش قايل الاحمد على طول انه هو يعني مرة قريب للوالدة كونه صغير ووحيد لا فيه دائما احد في العائلة على فكرة ما بيسكت ما بيسكت خليه انت لازم يتسوي كده انت لازم على فكرة يعني حتى الاشياء اللي انا بعمل خير معاه فيها وبقول له يسويها بيروح يقول كمان بيروح يقول الماما فبالاخر تيجي علي المشكلة تجي براسك طب ابتهال يعني ذكر قبل شوية استاذ عايض الشهراني قداش ممكن الواحد يكون لازم فيه احترام بينه وبين الاخوة هذا الاحترام يعني لها شعوري بناخذه من الاب والام في التربية الصحيحة والسلوك الصحيح وبنتبادلوا بيننا احنا كاخوة قديش الميانة بينك وبين اخوكي وبرأيك لأي مدى لابد انها تكون لا فيه ميانة بس فيه حدود لابد فيه حدود احترم فيها مستحيل اتجاوز يعني انه يعني خاص بسببتها الميانة انا خاص اعدم الاحترام طبعا كونه اكبر مني لازم احط الاحترام قبل الميانة عساس انه يكون حتى هو يتقبل بعدين مني الميانة صح الاحترام ثم الميانة يعني انا عندي كذا المبدأ اي او بالنسبة لك لمة قديش الميانة يعني كونك انت الكبيرة دايما الكبيرة تمون تمون يعني هنا يعني ممكن مكان الام والاب انا ممكن تشتم الاخت الكبيرة ممكن هذا طبعا بس هذا مو من الادبيات والاخلاقيات صح لين بتوصلي مع اخوتك هوش الاساس انه الصغير علي يحترم الكبير والكبير هو اللي يعلم الصغير لازم الناعل الكبير الصغير يمسك اي شي عليك او اي كلمة تقولين هيحفظها ينقلها ايوة وينقلها او هو يقولها يرجعلك مثل لو سبت انا او صح البيض سبت يكتسب قاعد مو يكتسب وياخذ ايه يكتسب يحفظ الاشياء فعشان كده نحاول انه ما نسكت ما تتفواهب اي شيء عموما يعطيكم الف عافية دايما نحنا لابد انه نسلك السلوك الصحيح وناخذه من الاب والاب اللي هم قدوتنا يعطيكم العافية الف عافية لا يعطيكم الف عافية بعد انت لما شكرا لكم يعطيكم الف عافية هزا مشاهدين كده نكون مصنى الى ختام مشوارنا اليوم نتمنى لكم اجازة نهاية اسبوع سعيدة تقضع مع جميع افراد الاسرة ومن هنا اكيدنا نرقاكم يوم الاحد القادم نسلككم في عبد الله ورعايته مع السلامة مع السلامة